اشتركوا في القناة ابن خلدون من اكبر المفكرين تع القرون الوسطى ويعتبر كمؤسس علم السوسيولوجيا وهي علم المجتمع انزاد عام 1332 في تونس في عيلا تقفى دول اصول اندلوسية وقرى في جامعة الزيتونة كيقفل 17 عام في عمره انتشر مرض الطعون في تونس وماتوا قريب كل افراد عيلته اما لا راح للمغرب وين ولا يخدم عند السلاطين وهك دول لا يعيش في وسط الملوك وعرف كل المخططات والخدايا الملكية ليصراف في شمال افريقيا وينخدم بزاف كديبلوماسي ما بين فاس في المغرب وغرناطة وبجاية في 1375 كرح ابن خلدون من السياسة وجبت روحو في الجزائر باش يخمم ويكتب سكن في قلعة ابني السلامة في جويهم عسكر في بلاسة مازالها معروفة حتى اليوم بقاسم غار ابن خلدون التم بدأ يكتب اكبر افكاره في كتابه المشهور اسمه المقدمة طور فيه فكرة العصبية وهي العلاقات القوية اللي ترتبطها الناس لخلق قبيلة مجتمع او دولة في هد الكتاب قال ابن خلدون بلي المجتمعات البشرية تسير حسب قوانين محددة وهي متأطرة بزاف بالبيئة اللي عايشين فيها على بيها في الرقبين سكان المدينة والبدو اكتب فيه تاني على نظام الحكم والخليفة والاقتصاد وكيفية تصنيف العلوم واكتسابهم هد الكل كان علم كبير في وقته متميز بالعقلانية والمنطقية في 1379 ابن خلدون ولا لتونس بشي قري من بعد زاد رحل مصر وين كان قادي التما كم الكتابه التاني المعروف باسم كتاب العبار اللي درس فيه التاريخ العالمي وخاصة تاريخ الامازيغ والعرب في هد الكتاب جرى بيكون دقيق جدا في مصادره بلا خرافات وهذه الطريقة كانت جديدة بزاف في وقته يقولوا بلي قبل ما يموت تخل ابن خلدون في التصوف وتوفى في القاهرة عام 1406 ومازالوا مدروس حتى اليوم كمفكر كبير اللي يرجع التاريخ علم ويبقوا هاد العدامة عندهم قيمة وهمة تلقونا في حكاية الزمان وحنا مزينين لكم كل ما هذا البرنامج قدم لكم برعاية بغانت اشتركوا في القناة